بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثاً اسلام ربي في الله فقد سمعي لثافيسة 35 درس رقم 35 من دروس شرحمة ابن عشر ذي الفقه المالكي يثمثاً نبغدر كتاب الحج من فوق كتاب الصيام معنا مدام قريب رمضان إن شاء الله مي قريب أتسيلي حلقة خاصة وين يعنان عن سقردشتي مسالي شدنغاً رمضان مي قريباً ديوز رمضان أتسيلي حلقة خاصة لنقاش في مسائل رمضان وكذلك مسائل أخرى في الفقه سيكون كمال كتاب الحج نبضد البيت رقم 230 البيت ذي المتم ابن عشر 130 عند دينا الحج فرض مرة في العمر إفكاً يغد حكم الحج الحج ذي الفرض ذروا كن غفينيسي زمرين يوثنتيكلت ذي العمريس إثو ذرثيس وكذلك الفرض ذروا كن ويس خمسة لكن ديسافي حديث ابن عمر بنية الإسلام على خمس يبنى الإسلام في خمسة فركزين ثيس خمسة ذي الحج ابن عاشر ذي الأبيات أقيم زيولا يهضرت في الأركان يناد دي البيت الأول مئتين وثلاثين الحكم الشرعي للحج يناد الحج فرض مرة في العمر أركانه إن طركت لم تجباري زوالغ دينات يسعى الأركان الأركان وين جنيوث وثو الجفرارا يعني الركن لا يجبار لن تلواجبات تجبار بدم ميلة ذي الأركان لا تجبار الحج فرض مرة في العمر أركانه إن طركت لم تجباري ونسى ذي البيت يناد الحج فرض مرة في العمر أركانه إن طركت لم تجباري وين وماريا روح يونسي الأركان وريزميراتي دي يجبار لانت الواجبات تجبار يناد الشطر الثاني من البيت وين نريك من ستة متع يقصد طواف الإفاظة وطواف الإفاظة يسمى طواف الإفاظة يسمى طواف الحج يسمى طواف الركن وقيد الركن لا يجبار إذا نرى بها إلا الإحرام إلا الوقوف بها رفع إلا السعي بين صفا والمروى إلا طواف الإفاظة طواف الإفاظة إما يوم العاشر من ذي الحجة يعني يوم النحر السلعي ذهب قران الحاج يسعى جدول الأعمال يسعى جملة من الأعمال منها الطواف الطواف الإفاظة ممكن فيخذم أسني قد يؤديه في ذلك اليوم يعني يوم الحج الأكبر يوم النحر السلعي ذهب قران يزمر يؤجله إلى ما بعد أيام منا إلى ما بعد أيام التشريق تقريبا تفاصيل الحج أثناء تذناء الشرح إن شاء الله سنشرحوها بالتفصيل وبالمناسبة أحكام الحج مهما درسها الإنسان لم يستوعبها جيدا إلا إذا حج يعني أكنا في غوفنا دميغرة في مسأل الحج بدأ ما تصيق لان وريزميرا تنتيز السينة كن مالانت سوما يحجد أثناء الحج أستفننت أتصن تمسال وذي زر أذي يحفظ وذي السين الأحكام نلحج إذا إما إلا وريزميرا أديو الطواف الإفاظة لا يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة وريزميرا أثنتيج آلمة بعد أيام التشريق مرد يغال المكة نغيز مرد يوخر طواف الإفاظة إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة يعني وسعف الله مليح مما زل بلك السنين غزكا أديا سديو غالرث مورثيس أديوي الحج إلى آخره بعد يكمل يود الواجبات النظرية إلى آخره والواجبات هناك ذكرها المصنف هناك واجبات وردت على وجه الاستقلال مستقلة هناك واجبات ذات صلة بالأركان ذات صلة بالأركان كما سيأتي البيان أنفذو أقفل ثورة أدينا فيك بعض المسائل سيدي ربي ناد مدام الحج فرض هكذا قال المصنف البيت رقم مئتين وثلاثين الحج فرض مرة في العمور والأدلة منها قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت أكدنا ربي سبحانه من استطاع إليه سبيلا في صورة العمران الآية سبعة وتسعين والأحاديث النبوية تؤكد حينما قال في ذلك الحديث المعروف لو قلت نعم لوجبت في كل عام يا رسول الله لو قلت نعم لوجبت يعني مرة في العمر والحمد لله لا يكلف الله نفسه إلا وسعه الحج إذن فرض على القادر عليه على المستطيع ونري في قرب سبحانه بشدي حوج مدام هو فرض السؤال هل هو فرض على الفور أو فرض على التراخي إذن فهمنا بالليه الحج فرض مرة في العمر ولكن على المستطيع كما دلت الآية سبعة وتسعين من سورتي العمران يعني ونسعا ثزمرث وثزمرث لن ثلاثة ألف بجيم هناك الاستطاعة البدنية الجسادية يعني ونسعا ثزمرث إذن فرض يحج استطاعة الاستطاعة في السناث هي الاستطاعة المالية المادية هذه اللي يسعى ثزمرث ويسعن ذريم يزمر يسعن ذريم وذا ثقين سعيب ذريم أهل طري جزد يرضل نغري جزر الجواب ربي يناد لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رب يناد في صورة الحج سبحان الله صورة الحج الآية الأخيرة الآية رقم 78 خطر صورة الحج عنده 78 آية الآية 78 ربي ندو ما جعل عليكم في الدين من حرج مدام لا الاستطاعة المالية ما يزمر ثورة من غد يزمر من بعد خطر يزمر هناك نكين سيغال ذريم يزمر ضر ضلق المهم يزمر ذريم طال ني رب في كل فر إما الله ذي الوقت ني إفغد سقار إفغد أذر هذا يحوج وإذا ما زلت التاجر يقول entrepreneur ما زلت إفغد من الضرب يحوج السعية إما في الحال أو في المآل المقدرة المادية قد تكون في الحال يعني سيطن ذي الكون سيطن أو في المآل يعني أثنت الصوضة كغرز داث ولا شديك سيغفل ذي إجوز ثل الاستطاعة ثي استلاثة صفت المسفهم إجوز باش أدرض لظ باش أدحو جظ بشرط أتزمر أتسر أين درض لظ هذا مكان يجوز الاقتراض لأداء فرضة الحج بشرط أن تكون قادراً على السداد بشرط أن تكون قادراً على السداد لأن الملكية ملكية المال قد تكون في الحال وقد تكون في المآل إذن الاستطاع الثالث هذا شوز الاستطاع الحكمية أتبضي من السعان ذريم إسعى تزمر هل تريز ما دي حج قريز مير هذا شوز خصاً أفتي خصاً إلا قد فغذي القرآن غلا أخطر ما شكراً من المكسا أذير هذا إذا قد فغذي القرآن فسقرت الوسيلة من الوسائل المعروفة الرسمية الرسمية المشروعة ورديت سغر كنا باسبور للحج ولقرأ أثي دياغ أستاذ ريم باش أدي حج وثيك الفرع ربي ربي ند من استطاع إليه سبيلا ثلث استطاعات بدنية جسدية في السناث مادية مالية في الحال أو في المآل في سلثة حكمية يعني الحصول على رخصة رخصة أو الخروج في قرعة أو الخصول على تأشير إلى آخر هذا أمر قانوني فرضته الأنظمة المعاصرة يعني القانونية لتنظيم هذه الشعيرة السؤال مطروح إذن هل الوجوب هل الفرضية على الفور أم على التراخي نعود إلى هذا السؤال رأيان في الفقه كلاهما يكمل الآخر الرأي الأول إن هو واجب فرض على الفور يعني حينما تتحقق الشروط هذا حجظ وهذا الرأي مهم جدا هذا الرأي مهم جدا لماذا لأنه يدفع الناس باش يحجوا باش ما ما يأخروش لا يؤخرون لا يؤخرون ممن قال بهذا الرأي علماء المالكية ما دمرت في الفقه المالكي الشيخ الدردير معروف والإمام القرافي وغيرهما داخل المدرسة المالكية هناك رأيان الرأي الأول يقول بالركنية أو بالفرضية على الفور منهم الإمام القرافي صاحب الذخيرة والإمام الدردير هذا ما هو المعنى الساعة الفور معنا سيدة ذريم سيدة زمرث ورحض ورحض بشرط هذا الشرط ويسل ثانيد لنا أخذ مد في غر دي في غر سيدة سقر القرآن ودفي غراء قافل وافل المهم كل سقوات الناس من كان ربي جاهز من كان جاهز على الفور وقال مقصود على الفور بمعنى شو الفيدي الناس أنه الإنسان لا يؤخيره خطر لا يدري ماتا يأتي أجله خطر سيكوال سمحتي كان بعض الناس عنده إمكانات ما شاء الله منذ عشرين سنة لا يدري وعنده قدرة بشير لا يدري ويقول كما زال البروجي البروجي الانفستيسمن وكذا وكذا المنساب لكي كان الانفستيسمن ومشروع يجب يجب ويجب فرض معنا ما شيء على الاستحباب لا لا هو ركن لذلك هذا الرأي الفقهي يدفع الناس القادرين على أداء فرضة الحج بلا تأجيل بلا تأخير لأن الأجل في يد الله ولكل أجل كتاب إلا رأي نظن دينان هو فرض على التراخ مش فرض كما الصلاة صلاة فرض الصلاة فرض تؤدى في الوقت إن الصلاة كانت تعلم منها كتابا موقوتا نروح بلاعقل واحدة وحدة خطر ممكن تقول الحج أشهر المعلومات الأيام يستلس لصورة البقرة ولكن نروح بلاعقل خطر أصوليا في لغة الأصول كين الفرض المطلوب على الفور كين الفرض الذي يمكن التراخ فيه مثلا قضاء رمضان قضاء رمضان فرض ولأ رب لقوله تعالى في صورة البقرة الآية 185 فعدة من أيام أخر ولكن هل لازم مباشرة بعد رمضان تقضي انقلك هذا على وجه الندب والاستحباب نعم الإنسان يبادر إلى قضاء ما عليه من دين ولكن إذا أخاره إلى غاية شعبان من العام القادم يجوز فهو فرضون على التراخ فرضون على التراخ صيام رمضان هو على الفور ما الشيخ دواء تثبت اليوم رؤية رمضان نقوله معلش نزيد وصل ثلاث يام ربع أيام خمس يام ونبدأ ونصلا لا هذا واجب فرضون على الفور الحج حصل خلاف بين العلماء كان يقول فرضون وواجبون على التراخ بمعنى اختر الوقت المناسب أنت ذمتك مشغولة بالحج كونه فرض كونه فرضا على التراخ عند أهل هذا الرأي اللي هما ابن رشد صاحب هذا الرأي ابن رشد وكذلك ابن عبدالبر القرطبي المالكي صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار هذان العلماء وغيرهما من المالكية قالوا وقالا هو يعني الفرض ينتهي على التراخ مدم على التراخ عند هؤلاء إذا مات الإنسان لا يأثم المهم يعقيدني على الحج أسين كيني أدحو جغ ذا شو مشي ثورة غسي سعث زمر وهذا يقودنا إلى الحاديث أيضا بعد مرة نتكلم عن الفرضية حكم الحج عن الغير يون أدحوج ذو قم كان بايخ هل يجوز أم لا الجواب نعم الجواب نعم يجوز الحج عن الميت وين موثن إما بوصية أو بغيرها تفضي ونساء جديس نغجي داس نغباس نغباس ودحو الجنارة نساء ثوري الصوض يتسير يا ربي إساء الزمر يجوز لنساء لنساء حوج يجدس نغجي داس نغباس يعني هذا يموثن نغد بوصية أو بغيرها يعني ما يوصى أمين غميسن مما تزمر حجيت إن كني ميججهد ثذرمث ولاش أستقيم مقراغ ورسا ثذمرث ورسا ثذرمث ولاش إياك ورسا 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 سعن أنه أدحج ورزم نارا ورقض نارا سا في إجوز أما ذمي سم ذي لي سم ذر وبر ويس أما أدحج رفين يم ثن مبلغ ما يوصى ثن إيمي ليون حي يسمي المعضود وقال يسمي لغة المعضوب بالبع والصحيح والأصح هو البع المعضوب ما هو المعضوب هو الإنسان الحي العاجز عن أداء فرطة الحج أتفضي وين سمحتي مشكل مقارا ثلاث مغار ثو سر وين مقارا وريزميرا في كساستزمرث نغطى فض معضوب بالبع المعنيس ذموظين وريزميرا في كساستزمرث يجوز باش ينيبو يغيره فالحج هنا فارضة قابلة للتفويض أو للتوكيل أو للإنابة يجوز أسدح جض اتفقنا طبعا هناك مسألة خفيفة مهمة ما نقشوها اليوم بالتفصيل هل يجوز الإنسان أن يحج عن غيره دون أن يحج عن نفسه سؤال انتظروا الإجابة ما يزمري هناك مسألة خفيفة فائض ما نقشوها حجي دين هناك ماذا تحج دار إيمانك ديجا نغير لقد سيت حج دي إيمانك السؤال تفضله نعم بلا ما يحج دي ما يسيد يحجي وايو هذا هو الرأي اتفق الفقهاء لا هناك رأي أخر يقول بالجواز نغير تمسا للحج ما كاش موضوع يثير النقاش كثيرا مثل موضوع الحج وقالوا كدي حج نظر الجميع مشغول بمسائل الحج وهي كثيرة بالمئات أتصيق الله وهذه المعروفة هو رأي الذي قلتم ولكن هناك رأي من أخر يقول بالجواز المهم سنأتي عليه مش الساقين إلى الشغليس ولكن فغاكد في ذراح جنظا ما هي معلش نروح مباشرة أدنى في ذوب الإحرام الإحرام حتى لو كون يكون عنده أنت عندك دراهم ما حبيش ما زال عندك ظروف معينة ما حبيش تحج ويأتي الشخص يقول لك والله غير أنا في ظرف كذا وكذا ممكن يجوز فيه تفصيل فيه تفصيل ولكن الرأي اللي قلت صحيحة أنه الإنسان يحج عن نفسه وبعدين يحج عن غيره العام الجاي نروح كان السويلي وثيوث فنفذوب الإحرام المصنف أول حاجة ذكرها قال أركانه إن طركت لم تجباري في قذاك لا تجبر سيركيزين ربعة الإحرام إذ ذا كان الإحرام الإحرام إلا إسعى الإحرام ركن الإحرام إسعى ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني الميقات الزماني ذا شوث ثلث شهور الحج أشهر معلومات الأيام 16 من صورة البقرة الحج أشهر معلومات اللي هي شوال ذو القعدة ذو الحج الحج أشهر معلومات ثلاغ هذا ميقات زماني الميقات المكاني ذكرها المصنفة ذكرها بالتفصيل إن كثيرا نقيم نصنح منهجيا نيو ثيوث الإحرام ذا شو ذا الإحرام ذا النية الإحرام ذا النية الإحرام يسعى نية الدخول في النسك الإحرام تعريفه تعريفه الرقم الأول نية الدخول في النسك يعني إما نسك الإفراد ألف با نسك القران جيم نسك التمتع لن ثلاثة فإذا الشياخ النغ إما في المساجد عموما يقرب الحج يبدأوا يتحدثوا يشرحون أحكام الحج وجميل أن يتعرف الإنسان على أحكام الحج قبل شروعه في الحج القول الذي في الحج يلقى تنتيسين ممكن دخلوا هذا الموضوع تحت علوان كبير الاستعداد لأداء فارضة الحج وأكيد الاستعداد قبل أن الشمذية التفاصيل الفقهية يبدأوا بالاستعداد بالحج بالتوبة وبنادم أذي ثوب يا أيها الذين أمنوا توبوا الله توبة نصوح يعني هذا يدخل في باب التحذير مثلا في شمذي ديون الله يعني ربينا في صورة المعارج والذين في أموالهم حق و المعلوم للسائل والمحروم السفظ العشريني قبل أن حجظ ما يلاستعد النذر النذر اللي يدفع بالمال خطر إلا أنت النذر وايض وين يخذ من النذر الصيام ما شي شرط فوريزميرا هذا يوضم هذا أخر نذر نذر عادي ولكن ما يؤدى بالمال لابد أن يؤدى قبل هذا إذا كان عنده لا سمح الله دية دية مستحقة دية مستحقة نقول كل هالكلام باش الإنسان ما يغفلش دية مستحقة إلا قد سوفر إلا أن يصدق كما قال القرآن في سورة النساء الآية 92 إلا أن يصدقوا يعني الكفارات كفارات اليمين كفارات المختلفة يعني جميع الديون المستحقة تجاه الله أو تجاه العباد لابد أن تؤدى قبل أداء فرضة الحج إلا إذا ولكن كنت سلسنا ذري ما يحوى شغال ثورة لكن وحوى جار وحوى بسلامات حج ضدعنا ربي في كالدعوة الخير عادي إذا قد دخل في الاستعداد الإخلاص وقيد طبعا يعقد النية من البداية حج يؤدي فاردة الحج باش يبر ذيمينس أمام الله استجابة لأمر الله إلى آخره ثورة أدنيني في المواقيت أنت ذنب الشرح الدرس دهدون ولكن الساجي فقط نكني نثير بعض المسائل التي يقع فيها نزاع التي يقع فيها خلاف لأن الاختلاف الفقهي كما كنا نقول دائما الاختلاف الفقهي مظهر ثراء ذيني قلها وريد سغلاء الاختلاف الفقهي سببا للتفريق خاطئ إلى قذي لعامل وحدة عامل وحدة ما شي سبب التفريق ثورة تفتغ أمذية تفتغ مثال يونال روحنا رمكا أندري يخدم الإحرامين السنكونين إذا يخدم يخدم مطار هوارب مدين الزاير المطار يخدم الافيون يخدم جدة ثورة ما يذهب إلى المدينة المنورة يسهل الرئيس درسه نشرح التفاصيل نشرح المواقيت المكانية أطر فيها أسرار مهمة إذا كان واحد راح المدينة جاء الوقت باش يروح للمكا باين يوصل إلى الميقات اللي هو ذو الحليفة ويدير الإحرام نتاعه ويدير نتاعه يبدأ التلب ينتاعه وهكذا مهمة ولكن يروح سياق يتزاير عند الإحرام يسكو في المطار الجزائري نغ في مطار جدة يوصل نغ في الطائرة سلغ يتفضل محاذاة الميقات محاذاة الميقات هذا أمر جائز بالمي وضع الوقت يعقد النية والنية محلها القلب النية تقول ليس لما يروح تصدر ركعتنا وغدا نسلم ركعتنا وكذا ولكن ما إلا تعذر هذا ويقر منسي الحرج ما يدير شروحه في الحرج كما قالوا الإخوة عند أول يابسة يعني ميبضر جدا يرسل سيلة فيه ستويل يسوف غد الباقاج الله يفره هذا يروح يغلو يستحم ما يبغا يستحم يغتسل أم بعد هذه الظال أركعتين ثقيد السنة ما شيء ذي الواجب وهذه يخدم الإحرام يعني يعقد النية الإحرام إن النية نية الدخول في النسوك يخدم النية إسم الشمس الإفراد نغس التمتع نغس القران وثلاثة يجب أن نشرح هذه الدرس الدون تفاصيل أمي إلا وان دات مشافين إلا وان دم خلف فنت أدقراك أن روح أدح جغفرات إلا قد فن نية أم كلي وثلث ساعة الفضائل الإفراد يعني يتطلب عزيمة عالية وصبر وتحمل وكذا ويسع على جرد القران والتمتع أيضا خطر مدى من ثلاثة جوز وثلاثة جوز والصحيح وين هي صلحة كش دي وين قلها وسيك بارك كليون شوي هي صلحة وزمي ذراد ينظ الإفراد انساخر بيض بأي حق الدين والنبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم إذن كلها مشروعة الصحابة رضي الله عنهم خذمتني ثلاثة ذقون الحج لنو قادر رحن سالتمتع لنو قادر رحن سالقيران لنو قادر رحن سالإفراد وشيني وين يصلح نشيني ذي الوقت على ساب السير كونسطنسي فرمت بالآخر يوم بل خذوا الإفراد مثلا التفاصيل سنشرح دون إن شاء الله إذن ترى نحن يجوز بش بناد ماذا يخذم الإحرام ينس ذي جد عند أول يابيسا أدنى الظرف الزاير الجناس كونسطنسي لا نظم كامل أين ديننا في الله سيكون دين في اللسم كيف كيف إذا شهد نصفين نقطة يقى أكون وفق ربي ونسوض ربي يدي حوج نث ولا ضي ونخذ من الإحرام ذي قني بعد ميد دين الكوماندون قل نبض نغناوض بعد 15 دقيقة غلي ميقات أدف ذو التلبية ثني عين ربي يجوز ميلث ولا مويض أرخذ من الإحرام ذي الطائرة ذي لفي لا تنكر عليهم إذ لا إنكار في مسائل الخلاف ولكن نمذان خطري لو أن هذا قل أن تمس نقص في النقطة ذي الوقت عندما نظر الكوماندون ين ناوض الساعة كذا غلي ميقات أذكر نغ في ثي كلت لا في يرفض 350 نغ 400 لغ شين كل ونش حال يجوز أتضرو الزنزلة ذي لا في أذكر نف تي كلت أي خط الحرص وقذ نف الحال أذكر نمس كي ثلت هم ذي لا في يرفض البا ج دم لبس الإحرام ويجوز ركعتين يضر وخسار يريم ذانا أما الكوماندوني مسكين خطر يبو الحجاج أما يحج قلق تذكرني خطر من أنس العجب قيمة 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 لا يقف الله سي 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 100 تص الله في الله وي سي ن سي قلق الشهادة المهم أن ينحج يضر وخسار ذات دوني ثم يو اضمر ربي لا هذا يحج هذا يعني خطر يزمر هذا فعلا يدروت أن الحج سوا من يظن هردي ساك هذا نسم بعد الأمر أن ديو عر الحيج أن ديو عر الحيج خطر في كول ما سلام الشيخ كنيني ناغ دييني ولا قال صحر قضل الشان لقصد السلم لقصد نسل اختر يزرع إزمري ونذي يوضى سخم ربي يعني يوضى المكة والمدينة هذا سروث لا لا يذهب لطوال حرق للشان لا يذهب لكسكر للشان لا يسكن حرق للشان ونحن لكياران وليس العدد الكافي يتخذ ويعدس الطاق ويطبع ويطبع تمليح أثن كانت قراء وخلاص ونحن خطر مثال النظام ذهب يرفق أكن خذ من خذ والسلام ذا يك ثورة نظر واجبات الإحرام الواجبات الشرعية أثن ندب هناك أركان تتعلق بها واجبات هناك واجبات على وجه الاستقلال هناك واجبات متصلة بالأركان ثورة نظر في واجبات الإحرام الواجب مزور الإحرام من الميقات إذن الإحرام ركن ولكن يجيب يجيب الإحرام من الميقات أو محاذاة له يعني محاذاة أما هذا الفافور أما هذا لافيون أما سطموبيل أما سلكار أما سلمشين المهم محاذاة الميقات واجه الشرط الواجبات مزور الواجب الثاني بالنسبة للرجال يرغز بسم الذكور التجرد من المحيط والمخيط ويجيب 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 يجيب ويجيب ويجيب على الذكر والإناث وطبعا التلبية حسب التلبية صغى المشروعة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي ذلك واجب ولكن مثلا يتخدم على يعني الواجبات تجبر بدم المصنف مدينة الإحرام والسعي ووقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف وردي فقبل ذلك إنه أركانه يعني في الأركان ولكن واجبات الأركان تجبر تجبر بدم وذا موضوع يحوش تفاصيل تفاصيل كثيرة سيأتي بيانها لاحقا إن شاء الله التلبية وقال الواجب هو سلاثة الواجب هو سارف أن قالوا اللي هو وصل التلبية بالإحرام ما معنى وصل التلبية بالإحرام ماذا تخدمه كان النية تفضل التلبية تخدمه كان النية تفضل التلبية إذا طالت المدة لازم الدم إلا قد تخدم الله يسمي السيد هذا الشيء تخلص السيد الواجب هو سلاثة الوصل مهم بمجرد ما تنويض سأخذ التلبية سنن الإحرام إلى الاغتسال الغسل عند الإحرام الاغتسال وهكي السنة ما تجد الواجب للسنة ونسن خذي مارا لا شيء عليه خطر الواجب يسعى الحكم ينس أم كيث يجفر في ندم ما يتشوث نغوث يخذي مارا ما يلذ السنن خاطئ ما شيء واجبا مستخدم ضارة وسيضارة حتى حاجة إلا صلاة الركعتين ملمي بعد الغسل وقبل الإحرام بعد الغسل صلاة ركعتين ولكن في غير وقت الكراها فقذا مسألة في غاية الأهمية في غير وقت الكراها بعد ما يسن قل كان الحكم ينس أمشي ديوسا يقراد إذا كان إنسان صلى صلاة الفارغة في وضع الوقت الفارغة صلاة الفارغة تجزي الوقت انطهور ووقت العاصر المغرب العيشة ما تزلض الفارغة وارتح واجغر زلض ركعتين مثل خدمة الإحرام ما تشيد الواجب المعنى يسمى الله في غير وقت الكراها الزلض ركعتين بعد الغسل ولكن قبل الإحرام قبل قبل الإحرام خطر مثل السلام عليكم السلام عليكم أتخذ مضنية مثلا مثلا مستمتع ادينو لبيك اللهم عمرت متمتع بها إلى الحج ادينو بعد الصيغ اكين لانتذي شرعي ادينو سينار استعرف قبيلي ادينو سهم كذلك دي الدرس يدهدون إن شاء الله وتعالى ولكن فقط صلاة الركعتين اذي لي بعد يعني قبل الإحرام بعد الغسل وقبل الإحرام في غير وقت الكراها مشيذ الوقتان دم كروه ثلنا في لا نغ مايلا ثوفت نغيلو قد تظلث للفرض أي صلاة فرض تجزئ عن صلاة الركعتين في قذاقي السنن للإحرام لا تمندوبات الإحرام في قذاقي مستحبات مستحبات يعني تزديني بعد ما ذيك سكوشار نيس وكذا يزديني ما نيس رفع الصوت بالتلبية فاقي من المندوبات من المستحبات ليس من الواجبات ليس من السنن ترك كل حاجة أسنف كمكانيس أسنف كالقراديس رفع الصوت بالتلبية هو هو على وجه الاستحباب على وجه الندب نمس فهم من الدوب لغا مستحب كذلك ورفع الصوت ماذا بك التوسط يعني وريوني ذي في الصوت يسمي قرآن ولا ذي لي الصوت خافت لحاجة نظن التوسط في التلبية أيضا من المستحبات ماشي ميخذ من الإحرام ذي بيرعلي ذي الحليفة سي المدينة الماذمكا صافي حوالي 430 كيلو متر وريز مرارا يعني أكني يتوقف مستحب أن يتوقف عن التلبية ويشتغل بالدعاء يشتغل بالذكر بالتسبيح استغفار هكذا خطر أي علش أي غرد لنك الفقه إنه يخضر للملل بعد موسى يريمانيس واستحضر قوله تعالى ومجال عليكم في الدين من الحرج تذكر هذه الآية في صورة الحج كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام يوم العاشر من ذي الحجة يعني يوم النحر تصن صحاب مديو صورة السين يا رسول الله زوار غواء سقو رغواء في قد نظرك في السنة يقار السنة كما في البخاري ومسلم يفعل ولا حرج يفعل ولا حرج يزوارثا يسقو رثا أدنى في السنة بعد إذن التوسط في التلبية درءا للملل والتوقف والانشغال بالدعاء والذكر والاستغفار إلى آخر وكذلك من المندوبات مندوبات الإحرام تجديد التلبية مع تغير الأحوال ماهو المعنيس المعنيس إذا تغير حالك لبي جدد التلبية مثلا يجب أن يضع الكار الكار يتحبس يتحبس لكي تظلم طورنا العصر عندما يتحبس الكار يجب أن تظلم وكذا يتحبس الديمار والشيء يجد تغير حالك في الوضع تغير حالك تغير حالك في الوضع هذا الكار يجب أن يضع تصد تصد عادي مدكر كان مستحب أتسف الظل تلبية لبيك اللهم لبيك في كلها مندوبات مدفك وكذا مذيك كان ذا شو ذا الواجب الذي يجبار بدم يعني يلزم فيه الدم ذا حكم معين يرافقه يناسبه نغس سنة مكدنا مركعتين للإحرام نغ المندوبات ثورة ما نغال العرفة نغل الحكم الركن الثاني اللي هو الوقوف بعرفة ثم زورة النبي عليه الصلاة والسلام الناد الحج عرفة الحديث خرجه والإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه وغيرهما حديث صحيح نغال نغال الحج عرفة بشكل نفهم لوقت سار كيست ثم قرانت ذي الحج الوقوف بعرفة المراد بالوقوف الحضور تواجد إلى قبلاد مذيلي ذي التارتوار في إقليم عرفة مشي لقذيلي ذد خاطئ لانت بعض الممارسات تنتخدم من وجاذهم يعني سن ينسن على كل حال الغرص إلى قثي ديف إفد سي الزوال ألم ذي المغرب وما بعد المغرب أتفضي إفدذ ليس هذا مطلوبا الوقوف بعرفة كما شرح النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم المراد بذلك التواجد أو الحضور بعرفة وعرفة كلها موقف كما قال في حدث أخر إلى قذيلي ذي الإقليم ذي التارتوار إقليم أن عرفات والحمد لله سيكون شيء واضح يعني إلا أنت الإبلاك إلا أنت العلامات اللافتات تبين حدود عرفات ولكن فيه مسألة مهمة جدا سيكون السؤال أطرحه على الحضور الوقوف وقوفان وحد منهم واجب أول أخر ركن تفضلوا نعم أيوة بعد غروب الشمس واجب الجواب صحيح الوقوف وقوفان من الزوال إلى الغرب سيزوال المد غرفي يطيش لازم حضور ولو في جزء من الزمن إلى قذيلي حاضر ما يحضر ذي عرفات فقد أدى واجب الركن يا خينا الناد الواجبات اللان صنفان عود غديو ولقا سنشف غطر مهم جدا ما زال نوضر المزدالفة ما زال نوضر بزيف أمور اللان واجب على وجه الاستقلال واجب واجبات الحاج سنذكرها إلا انت الواجبات ماشي مستقلة متصلة بالأركان كاما الوقوف بعرفة ركن ولكن الوقوف بعرفة الوجود التواجد في عرفات من الزوال إلى الغروب في جزء من الزمن واجب أما بعد الغروب بعد الغروب يعني عند دخول الليل ركن ويقنص الوقوف الركن هذا الذي لا يجبر هذا الذي لا يجبر لذلك سوليم ذي الحج ألم بعد المغرب ذو ذون يغادرون يعني في اتجاه ميناء مرورا بمزدالفة إذن ماذا نستنبط الذي لم يؤدي الوقوف واجب الوقوف بعرفات ويجبر بدم هذا مما يجبر أما الثاني بعد الغروب هذا وقوف ركن لا يجبر يسعى السنن من ضمن السنن خطبتان بمسجد نميرة خطبتان بعد الزوال من ضمن السنن من سنن الوقوف بعرفات نخدم دركن ناظرت في الواجبات والسنن الجمع بين الظهر والعصر إلى قد جمعا بين الظهر والعصر جمع تقديم من غير تنفل وليش النافلة لم يوصل لنبي صاصم لا قبلهما ولا بعدهما ولا بينهما وليش النافلة مدام دجال فريضتان تم جمع لجميع الحجاج ولذ أهل مكة وقاذ لن يجمعون بين الجمع يعني بين الظهر والعصر نكون إذا قيغورنا ذي السفر يقول ماذا مسافر أذي سفر سيتيزيوزو أروهران أكن كان في فغ سيتيزيوزو سيتيزيوزو سيتيزمذينت ذاين تجري عليه أحكام الجمع والقصر ما يبضر ذنا نخد يكشم وقت الطهور هذا يظل الطهور ركعتين أغير نو العصر ركعتين خلاص تجري عليه الأحكام مكان مديوغال وكيف السفر ولكن ذينا خاطئ حكم خاص بالحج لن تأسر سنذكرها في وقتها إن شاء الله الجمع بين ظهر العصر من غير التنفل وقصر صلاطي ظهر العصر أيضا ولو من أهل مكان يعني إلا قد يزل ركعتين ركعتين ماشي أربعة ربعة لن ثمسل نظن يشد دم غلحيج أثنت نفذر إن شاء الله يثمر إيد يثدون ما يرضى ربي جاء ونثالويث أرثم لليث سلام ربي في الله